بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متتابعين مستر نورو المعلومية سعيد أنا تواجد معكم في حلقة جديدة حيث ارتقينا فيها أن نضع لكم هذه الحلقة تحت يعني مراجعة بعض المنتجات الصينية واليوم سوف نقوم بمراجعة الهاتف الخرافي الجديد من شركة شوامي الذي هو الهاتف شوامي ريدمي نوت فور هذا الهاتف تم إصداره في هذا العام هو هاتف جميل له سلسلة من قبل يعني ريدمي نوت ريدمي نوت درواء وريدمي نوت ثري برو سوف نتحدث عن ريدمي نوت فورا وسوف نرى المزايا الجميلة التي فيه وماذا يوجد بداخلي وماذا العيوب التي يوجد بها الآن سوف يعني قبل أن أبدأ الشرح ككل أنا أشجعكم كثيرا باستغلال هذا الهاتف لأنه هاتف رائع جدا أحبابي في الله لقد تم توصل إلي اليوم بهذا الهاتف الآن سوف نقوم بفتحه من العلبة أمامكم حتى تروا يعني نوع الهاتف هكذا يأتي الهاتف العلبة مثل العلب السابقة يعني لشركة شوامي ترى اسم الهاتف من هنا هكذا شوامي نوت فورا يأتي بثلاثة ألوان كما تلاحظ اللون الأسود ككل واللون الرمادي واللون الذهبي ولكن اللون الذهبي والرمادي يكون من الأمام باللون الأبيض يعني مثل سلسلة الآيفون يأتي هنا بعض المعلومات الخاصة بالهاتف لا نتطلع عليها لأنها باللغة الصينية سوف نتطلع عليها داخلنا إن شاء الله بعد أن ندخل يعني أو نفتح العلبة كما تلاحظ الهاتف جميل جدا أتى بيعني 5.5 إنش كما تلاحظ معي هنا يأتي هكذا الهاتف 5.5 إنش من الخلف أتى باللون الرمادي أنا اخترت اللون الرمادي لأنه لون جميل 5.5 إنش كما تلاحظ مزايا التي قامت بإضافتي في هذا يعني الإضافة الصغيرة التي توجد به هنا كما تلاحظ أحبابي في اللاهية يعني لا توجد في النوت 3 يعني ولدي نوت 3 يعني غير متوفر الآن لو قمنا بمقارنتها ولكن لا يعني سوف نقوم بمقارنت بعض الشيء بين النوت 4 وشوامي أم إي فايف يعني أم إي فايف الذي قمنا بوضع أليه حلقة سابقا أحبابي في الله نقوم بيعني نزع الغلاف أو إشعال الهاتف هكذا كما تلاحظ معنا يعني قمت بإشعالها هو يأتي بغلاف من الخلف هكذا كما تلاحظ معي لدي خلفية جميلة يعني ماسح للبصمة هنا فلاشة وكاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل يعني ريال نقوم بالنزع الغلاف من الأمام أيضا أحبابي في الله كما تلاحظ ويداعم يعني غلاس جوريلا فور كما تلاحظ يعني تقنية جميلة جدا على الهاتف ومن الخلف يأتي بلون رمادي مع مسح البصمة وكما أخبرتك وفلاش وكاميرا من الأسفل يدعم يعني الإيس بي القديم يعني ليش إيس بي سي مثل الذي موجود على أم إي فايف هنا الميكروفون وهنا السماعات من الجنب يعني توجد زر إقفال وإشعال الهاتف خفض الصوت ورفعه من هنا توجد مكان استعمال كارت سيم ويدعم كارت سيم يعني شريحتين من الكارت سيم نانو سيم وميكرو سيم وأيضا يدعم بطاقة خارجية أو يعني ذاكرة خارجية حتى 128 ميجا أوكتي أحبابي في الله ندخل إلى إعدادات الهاتف سيتينغز نأتي إلى أباوت فون كما تلاحظ معي يعني اسم الهاتف كما تلاحظ نخفض بعض من الضوء فقط احتمارات جيدة كما تلاحظ هكذا هفون لحظة فقط انظر معي جيدا هنا ديفايس الهاتف هو ريدمي الموديل نامبر ريدمي نوت فور كما أخبرت فيدعم الاندرويد 6 مارشمول لاو وأيضا ميوي فرسيون يعني التي توجد به 8 نقطة 0 يعني يدعم السيستام الخاص بالميوي هو السيستام جميل جدا أيضا السيبيو الخاص به هو ديكا كور ليس اوكتا كور او يعني كوات كور هو ديكا كور ماكس 2.11 جيجا هرتز الرام 3 جيجا 64 جيجا بايت ووجد به أحبابي في الله الشيء الجميل في هذا الهاتف الذي نال إعجابي كثيرا هو البطارية الخاصة بالهاتف حيث تجد البطارية بالهاتف هي 4000 يعني ميلي أمبر يعني 4000 ميلي أمبر تكون قوية جدا خاصة بالنسبة للهاتف الذي سوف تراه الآن أمامك يعني بالعكس على هاتف شوامي امي ثري او امي النود ثري كانت البطارية أقل بكثير من هذا الهاتف مزايا الهاتف فيه جميلة جدا هو نعم مثل الشركة يعني الهاتف السابقة للشوامي أيضا تستطيع اقتنائه ثمن هو 200 دولار فقط أحبابي في الله الميزة التي توجد فيه بعض الشيء هو وزنه ثقيل بعض الشيء لأن الهاتف الذي كان قبله يعني شوامي ريدمي ثري كان به على ما أظن 140 جرام فقط ولكن هذا على ما أظن سوف يكون 175 جرام كما تلاحظ معي هنا 174 جرام للهاتف عكس على شوامي مي فايف سوف تجد 138 جرام فقط أحبابي في الله هذا يعني بالنسبة للهاتف الشيء الجميل في هذا الهاتف كما أخبرت يدعم مسح البصمة وما بالنسبة للكاميرا فهو يدعم تقنية جميلة التصوير رائعة رائعة جدا قيمة كما تلاحظ معنا في الهاتف هنا حتى لو قمت بتكبير الهاتف عدسة 1.7 كاميرا الأمامية هنا كما تلاحظ معي هي 5 ميجا بيكسل لو تلاحظ معي هنا تجد دقة الشاشة قوية جدا أحبابي في الله يوجد بعلبة الهاتف معه كالعادة من شركة شوامي الغلاف الخاص بيعني الإبرة التي تقوم بفتح مكان وضع الشريحة المينو أو يعني الكتيب الصغير الذي يعطيك التعيينات عن الهاتف ويوجد الكايبل الخاص بالهاتف مغلق كما تلاحظ معي من هنا هكذا ها ولكم أحبابي في الله ويسب بعادي ليس تيب سي مثل موجود على شوامي مي 5 وهذا الشاحن الذي تقوم بوضع عليه الكايبل وشحن به الهاتف يأتي بشكل يعني هكذا تقوم بوضع تركب لها المكان الذي تستطيع استعماله لحنا في الدول عربية كثير من جدا يعني يعني كبس يكون بشكل دائري ليس هكذا أحبابي في الله تمنى منكم الاقتناء هذا الهاتف لأنه هاتف رائع جدا كما أخبرتك توجد به مزاية جدا رائعة البطارية الخاصة بالهاتف قوية جدا يعني تستطيع استعماله يدعم تقنية الكاتجي أيضا يعني تستطيع استعمال فيه 4G وأيضا كما مخبرته كاستعمال 2 من بطاقة سيم وأيضا مكان لي يعني روموت كنترول حيث تستطيع التحكم في جميع الأجهزة التلفاز أو يعني المجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية التي تدعم تقنية روموت كنترول تستطيع استعمالها من هذا الهاتف أحبابي في الله أتمنى لكم شراء هذا الهاتف ثمنه يكون كما خبرته كمئة دولار بعد التخفيض الذي قامت بشركة جير باست تستطيع ايضا اقتنائه من موقعنا مستر نور المعلوميات على الرابط الذي يظهر لكم أسفل الشاشة الآن هذا الهاتف بدلا تقوم باقتنائه من شركة جير باست سوف أضع لكم جوبون أسفل الفيديو لتقوم باقتنائه بثمن يكون أقل أحبابي في الله أتمنى لكم أن تشاهدوا هذه الحلقة وإن نالت إعجابكم لا تنسوا نشرها حتى تعمل فائدة بين الناس يعني يمكن بعض الناس يكون قد عجبوا مناتف ويقوموا باقتنائه وإن لم تنال إعجابكم أتمنى أن تنصحون في مواضعنا حتى تكون لكم فيها فائدة أكثر وأكثر أحبابي في الله تمنى أن تقوموا بزيارة موقعنا وضغط لايك على صفحتنا فيسبوك حتى تشاهدوا كل حلقاتنا الجديدة إن شاء الله لا وطلع عليكم أكثر من هذا أستودعكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته